شيء آخر المسيح هو رب الخلاص ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص تتمشى مع الكلمة في العهد القديم أنا أنا الرب وليس مخلص آخر مخلص هو المسيح الرب هو الرب أحبائي هو رب الخلاص هو الرب المسيح هو رب السبت كما يقول الكتاب عنه أو كما قال يسوع وقال لهم إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا في لوقة ستة آية خمسة بتتخيل مع من بيتكلم؟ بيتكلم مع اليهود شافوا التلميذ عم بيأكلوا سنابل وقالهم طب مش داود عمل لما أكل خبز الكهنة يعني كان مفهومهم للسبت حطوا قوانين كثيرة أكثر من خمسمائة قانون في موضوع السبت والنتيجة ابتدأ يعني كل الكنسبت تبع السبت اتغير بحسب الفكر في أيام المسيح فعم بيوبخن على هذا العمل وعدة مرات لما شفها في السبت كان دايما يعلم أنه هو رب السبت أي أن هذا اليوم يتبع للرب هو للرب هذا اليوم وهو رب يسوع رب وهو موضوع العبادة وموضوع الخدمة صف رؤية صحاح الأول آية عشرة كنت في الروح يحنى بيتكلم في جزيرة بطموس كنت في الروح في يوم الرب لأن هذا يعني السبت كما قال عن نفسه ابن الإنسان هو رب السبت في يوم الرب وبعدين بيتكلم عن الرؤية اللي شافها ثم أيضا شيء مهم جدا هو مش بس رب السبت وعلى فكرة هاي كلها استلاحات مفهومة لليهود كأنه يقول أنا الله يعني بصريح العبارة ومش بس يعني حتى بقول إنه رب الحصاد هاي الكلمة لا تطلق إلا على الله الحصاد تفيد إلى النهاية الحصاد الأخير عندما يدين الأشرار وعندما يبارك الأبرار في حياة النعيم فهو رب الحصاد قال يسوع إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاد عم بقول صلوا حتى الرب يرسل فعلة بعدين على طول شو بقول اذهبوا هون المسيح بيتكلم الرب ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب لوقة إصحاح عشرة آية 2 وآية 3 أطلبوا من رب الحصاد ها أنا أرسلكم من الذي يرسل أحبائي إلا الله لاحظ المسيح أولا أرسل التلميذ ودعا الاثنى عشرة وابتدأ يرسلهم اثنين اثنين وعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة فإذا الرب أرسل التلميذ كما أرسلني الآب أرسلكم أنا يحنى إصحاح عشرين ثم المسيح قال اسمع هنا تعبير مهم كتير كتير أرسل الأنبياء وعاو من الذي يرسل الأنبياء لذلك ها أنا أرسل إليكم وأن يسوع بيتكلم أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبا فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة متى إصحاح عشرين آية أربعة وثلاثين ثم من الذي يرسل الروح القدس المعزي يسوع مكتوب ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي يحنى خمسة عشر آية ستة وعشرين فإذن المسيح أرسل التلميذ أرسل الأنبياء وأرسل الروح القدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر